معانا على التلفون مهم طبعا ان هو يقول وجهة نظره كابتل حمادة مساء لانور مرة تانية اتفضل يا كابتل كابتل حمادة معانا يا جماعة كابتل حمادة طيب يال يال اول كابتل حمادة معايا اتفضل يا كابتل حمادة ازي يا حضرتك اهلا كابتل اتفضل يا كابتل انا طبعا بحضش من دخلاتك كتيرة طبعا بس لا لا مهم مهم ان انت اتوضح ده مهم يعني الدكتور أشرف غلط كتير جدا في المدخلة لا هو خلي بالك هو واضح لا غلط 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 يعني أقول لك ده مدرب عاطل مش جابه للزمانك ولا الأهلي أنا صلحت له الكلام لا لا هو غلط اللي بينه بينه عقود لو عايز يعني يرفع ضيفة عايز الدولة يرفعها لكن ما يغلصش حضرك قاعد بتسمع له وتضحق له لا بالعكس ده أنا بناقوله أما قال كده قلت له ده مدرب كبير وقدير بالعكس يا كابتن بالعكس قلت له ده مدرب كبير وقدير لا أنا لازم أسمع له دحقه يا كابتن حمادة دحقه لا أنا هو لما قال مدرب عاطل بس معني يا كابتن دي يا واحد أنا ما قال اسمعني يا كابتن حمادة هسمعك 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 والله بس اسمعني طب اسمعني ثانية واحدة اسمعني ثانية واحدة اسمعني ثاني واحدة واسمعك هو لما قال جملة مدرب عاطل انا جاوبته وقلت له ده مدرب كبير وقدير وهو اكد على ده تفضل لك يعني انا هرصى قضية على اخلال بنود عقد عندي هو ما ولاش والدكتور حسن اليمين العام قال لي احنا بعد نحتذب لك واسين من ثلاثة ايام لحبش بالله ما يبي صلبتك هو انطلع بيقول كلام عاري تماما من الصحة تماما انا رأي انت لو عملت له تليفون صغير كابتن حماد هو رجل نطيف ولو عملت له تليفون صغير الدنيا كلها تبقى زي الفن اول حاجة انا بيقربش انا اول ما وصلت تكلمته دكتور انا مش مبسوط فيه واحد اتنين تلاتة اربعة حاجات كتيرة رسلتها له هو ما بصش الموضوع ده بيقول لي اه انت جاء له مش جاي بنفعش يعني هو اخد على خطر ان انت كنت تتتغدى معاه ما قلت لهش وقت الغادة يا كابتن متحف هو عنده الموضوع بقاله اه تلات اسابيع اه مشاكل بالعقد دي مشاكل عامة بتاعت النادي انا كل مرة يقول لي تعالى عشان نحل اروح الاقي في حفلة اروح اه ما بيتكلمش انا مستغرب يبعت لي الدكتور اه سيف عشان نعدل الحاجات دي طب بكرة طب دعتهم هو عارف هو عارف كل حاجة اه وقيت بقى يوم المطس اللي هو جاي قلت تمام بعتلي قال لي احنا انا موجود في المعاصف روح طب ايه هو اللي بعتلي رسله معاملش حاجة خالص اه تمام اعمل له تليفون يا كابتن حمادة اعمل له تليفون صغير لا هو غلط هو غلط فيا غلط فيا لا هو خلي باك خلي باك هو برضو لازم تديره حتة عزر انه رئيس نادي وفجأة ما بقاش المدير الفني موجود قدامه مش فجأة مش فجأة هو قصية يعني ايه مهي العسب اللي بيني وبينه عشان ما لبيش طلبات ويقوم ما يحترمنيش شهر كامل قاعد ما بيحترميش ليه يعني انا طي يعني يعني هو برضو في النهاية في النهاية كابتن حمادة يعني انا 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 شايف هو مش بكالي بكالي بهو اه ما لبيش اي حاجة تمام انا مش مبسوط بكالي قال لي انت جاهلة مش جاي ما هو قال كده هو قال كده قال لو كان قال لي ان هو متبايا وعزمش ما دي هو مدرب ما يتخلش معايا ولا انا ولا انا ولا انا احب ادخل معايا اساسا لا لا هو 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 غصب عنه منفعل شوي انا هعرفه هجيب حق كوي لا انا انا كابتن يعني وجهة نظري وكل حاجة لو عملت له تليفون صغير دلوقتي كل حاجة هتبقى زي الفل وفي النهاية ده اصدقار تبقى ادخل مع حضرك ويعتذرلي ابقى اكلمه بس طيب انا 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 في الكواليس هتدخل انا في الكواليس هتدخل انا مغلقتش فيه خلص وعمال اقوله دكتور ارش فبحترمه جدا جدا لكن هو يغلصية هو منفعل هو منفعل يا كابتن هو منفعل هو منفعل وانا منفعل اكتر منه طيب لا يعني انا سيبني انا في الكواليس انا ان شاء الله هخلص كل حاجة بازن الله وبالتوفيق يا كابتن ما تزعلش نفسك بالتوفيق لا بيش حاجة توفيق توفيق كابتن حمال شكرا جزيلا يعني طبعا الطبيعي رئيس نادي الهلال من حق ان هو يبدي وجهة نظره وعمل اتصال والناس هناك بتتابع مساء الانوار وليها تأثير كبير على الرأي العام فلازم احنا كنا نوضح الامور من الجانبين وهذه الامانة الاعلامية منفعش ناخد جانب واحد دون الجانب الاخر هذا ليس عمل اعلامي على الاطلاق لكن كمان لازم يبقى لنا دور اخر هنعمله ان شاء الله ما قدرناش نعمله على الهواء كنت اتمنى يحصل ده ونروأ الامور هنعمله في الكواليس بمشيئة الرحمن